خطة الصين للسلام في أوكرانيا بين التشكيك والقبول والرفض موقف واشنطن بدأ متململا الخارجية الأمريكية شككت في الخطة بداية قبل أن يخرج بايدن ويعلن رفضه لها صراحة إذا كان بوتين يصفق لها فكيف يمكن أن تكون جيدة؟ أنا لا أريد أن أكون طريفا، أنا جاد للغاية لم أر شيئا في الخطة يشير إلى أنها ستكون مفيدة لأي أحد آخر غير روسيا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكران الذي أعلن أنه سيزور الصين مطلع الشهر المقبل أكد أن السلام ممكن واصفا جهود بيكين بالأمر الجيد لافتا إلى دورها في الضغط على روسيا يأتي ذلك غدا تنقل صحيفة وولستريت جورنال عن مصادر أن باريس ولندن أبلغتها الرئيس الأوكرانية فولو ديمير زيلنسكي بضرورة الأخذ بعين الاعتبار مفاوضات السلام زيلنسكي رحب ببعض عناصر المقترح الصيني لوقف إطلاق النار لكنه قال إن الدولة التي تدور فيها الحرب هي التي ينبغي أن تطلق خطة السلام إن كانت هناك أفكار تتوافق بطريقة أو بأخرى مع احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي فلنعمل مع الصين في هذه النقطة من جهتها قالت روسيا حليفة الصين إنها تقدر جهود بيكين لوضع حد للنزاع مع تشديدها على ضرورة الاعتراف بضم موسكو لأربع مناطق أوكرانية تطالب بها المندوب الروسي لدى مجلس الأمن قال أيضا إن وضع حد للأعمال القتالية في أوكرانيا سيسمح للعالم بالتعافي أما الأمم المتحدة فقد اعتبرت خارطة السلام الصينية بشأن أوكرانيا مساهمة مهمة خطة الصين تحث كلا الجانبين على الاتفاق على خفض تدريجي للتصعيد وتحذر من استخدام الأسلحة النووية بلال البجديني العربية